أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كنا وقفنا في المجلس السابق في سورة الأنعام عند قول الله سبحانه وتعالى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُولِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ وقلنا إن هذه الآية واضحة في دخول ما يتعلق بالأنعام والذبح لغير الله سبحانه وتعالى في الشرك وهذا من أسباب تسمية سورة الأنعام بهذا الإسم مع أن سورة الأنعام جاءت في أصلها لتقرير التوحيد ونبذ الشرك والرد على حجج المبطلين الذين يزينون للناس عبادة غير الله سبحانه وتعالى ونبدأ في هذا المجلس من الآية التي تليها في قوله تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الْنَّاسِ بعد الحديث أيها الأخوة عن ما تقدم من النهي عن تحريم الأكل من ما لم يذكر اسم الله عليه انتقل الحديث هنا عن الإيمان وضرب الله له مثلا في غاية القوة فمثل الله سبحانه وتعالى المشرك بالميت ومثل الله المؤمن بالحي فقال أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الْنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنَهُ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا الميت هنا المقصود بها ميت القلب وموت القلب بالشرك والكفر فأحييناه يعني فهديناه للإيمان وللحق وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الْنَّاسِ يَا سَلَامُ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ وَوَصَفَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمِ بِأَنَّهُ كِتَابٌ مُبَارَكٌ وَنُورٌ وَكَثِيرًا مَا وَصَفَ اللَّهُ الْقُرْآنَ بِأَنَّهُ نُورٌ قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده ووصف الكفر بالظلمات تعال شوف الأنبياء عليه الصلاة والسلام وما جاءوا به فإذا أصدق وصف أن يوصف بها أنه نور ولذلك وصف الله التوراة بأنها نور فيها هدى ونور صح ووصف الإنجيل بأن فيه هدى ونور وهذه دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام نور كلها وفي الآخرة أيضا النور مرتبط بهم ولذلك تجد الله قال يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم والمنافقون يتبعونهم يقولون انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا الرسل عليه الصلاة والسلام ودعوات الرسل هي النور الحقيقي والإيمان هو النور الحقيقي والقرآن هو النور الحقيقي ويقابله الظلمة مع أعداء الأنبياء الآن اذهب إلى أي ساحر من السحر ستجد أن كل شغله في الظلمة مقترن بالظلام كل حياته مقترنة بالظلام يقرأ ويشتغل شغل في الظلمة ويطفي الكهرب ويطفي اللمبات ويطفي وكل حتى مشبوه كل شغله مشبوه الأنبياء لا شغلهم ظاهر ولذلك النبي عبد الله بن سلام ذكي أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وراء الناس مجتمعين عليه فجاء فنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقط فوجد وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتلألأ نور فقال هذا ليس بوجه كذب بس بمجرد النظر فلما دخل وناقش ثبت له ذلك الأنبياء دائما دعوتهم ظاهرة في النور ولذلك قال الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الظلمات كثيرة الكفر والشر كثير ظلمات لكن طريق الحق واحد وسيأتي الحديث عنه عنده وهذا صراط ربك مستقيما طريق واحد والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجهم قال لا هم كثير يخرجونهم من النور إلى الظلمات لو بس نتتبع فقط كلمة النور والظلمة في القرآن الكريم تجد أن النور مقترن بالله وبرسله وأنبيائه وأوليائه والظلمة مقترنة بأعداء الله والمكذبين والمشركين ولذلك آية سورة النور الله نور السماوات والأرض هذه الآية العظيمة فالله سبحانه وتعالى يقول هنا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ لاحظوا يا شباب كيف يقول يمشي به في الناس كأن النور هذا يشمله كله وهو كأنه ظرف داخل هذا النور ويمشي به في الناس ينشره بين الناس ويستفيد منه الناس ولم يقل يمشي به مع الناس وإنما يبشي به في الناس في وسط الناس في غمار الناس وهذا شأن الأنبياء والمصلحين والدعاء والمحسنين والمؤمنين أن نورهم يتعدى إلى غيرهم وهدايتهم تتعدى إلى الأقربين وإلى الأبعدين يدعون إلى هذا النور الذي جاء به الأنبياء عليه الصلاة والسلام قال كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها يقول كيف لا يستوي المؤمن الذي رزقه الله الهداية ونور بصيرته ونور قلبه بنور هذا الإيمان وهذا القرآن والذي كذب بهذا وفهو يعيش في الظلمات ليس بخارج منها إلا إذا آمن بها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون كما قال في الآيات التي قبلها زيننا لكل أمة عملهم وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم أي كما أن الله قد قدر الهداية للناس وقدر النبوة للناس واختار الله سبحانه وتعالى من الأنبياء من اختار واختار من المؤمنين من اختار فالله سبحانه وتعالى قد قدر أنه يجعل في كل قرية مجرمين ولم يقل سبحانه وتعالى فقط مجرمين قال أكابر مجرميها فقال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون هذه من سنة الله سبحانه وتعالى أنه يبتلي بعض الناس ببعض ولكن ليبلوا بعضكم ببعض وقال لو شاء الناس ولو شاء الله ما أشركوا ولكن هذا الابتلاء أيها الإخوة والمدافعة ولذلك لا يستغرب الواحد مننا لا تستغرب أن يعاديك الكافر والمنافق والمشرك ويحاربك ويقطع الإمدادات عنك ويجمد صددك ويقف ضدك في المحافلة الدولية هذا شيء طبيعي الغريب هو العكس أنه يقف معك المجرمون والمشركون والمكذبون كيف تطلب من هؤلاء والله سبحانه وتعالى ملأ القرآن الكريم بالآيات التي تثبت لنا أنهم أعداء لنا أعداء لك هؤلاء يناصبونك العداء لأنك مسلم لأنك على ملة التوحيد فالله سبحانه وتعالى يقول وكذلك يعني هذه سنة ماضية جعلنا في كل قرية والقرية سميت قرية لاجتماع الناس فيها لأن قرى في اللغة العربية قرى بدون همز قرى وليس قرى قرى معناها جمع قرى يقري نعم قرى يقري قرية وقرا وإلى آخره فالقرية سميت قرية لاجتماع الناس فيها القرية وهي أصغر من المدينة وقد ورد في القرآن الكريم تسمية القرية مدينة والعكس كما في سورة الكهف حتى إذا أتى يا أهل قرية استطعم أهلها ثم قال وأما الغلامين وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وهي نفسها نعم وأما القرى مرت معنا جمعوا نعم قرية قال في كل قرية أكابر مجرميها يعني كبار المكذبين وتجدون دائما في كل مجتمع ناس يعني قادة للفساد في كل مجتمع ذلك ذكر الله في قصة وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون لجنة لجنة الإفساد كمان في بعض لجنة للإصلاح فيه لجان للإفساد فالله يقول أن جعلنا أكابر مجرميها ليفسدوا فيها لا تخصصهم هذا هو يعني المهام التي يقوم بها إن صح أن نسميها مهام اللجنة أنهم يفسدون في الأرض ويصدون عن سبيل الله وكلما رأوا مهتديا وضعوا العراقيل في طريقه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من ذلك وقد حاولوا قتله وحاولوا طردح حاولوا وإلى آخره كل هذه تلاحظون أيها الإخوة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت له وكلها تدل على أنك يا محمد لست وحدك هذه سنة ماضية ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون يعني هم يمكرون ويخططون للصد عن سبيل الله ومحاربة أولياء الله وما يمكرون إلا بأنفسهم فتقع دائما يعني عاقبة مكرهم كما قال الله فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله هذا من التعنت أيضا لن نؤمن لك يا محمد حتى يكون كل واحد مننا زي ما أعطاك الله ينزل عليك الوحي ينزل علينا الوحي زيك لك أنت معجزات نبغى معجزات زيك فالله سبحانه وتعالى قال الله أعلم حيث يجعل رسالته الله سبحانه وتعالى أعلم ويعلم من هو الذي يستحق أن يختصه الله برسالته لأن اختصاص الله بالرسالة فضل عظيم ما هو بكل واحد يصلح رسول صح ولا لا وهؤلاء يريدون أن يصبحون كلهم أنبياء حتى يصدقوا فيقول وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته هذا هو الجواب وسكت عنهم سيصيب الذين أجرموا والإجرام هنا المقصود بالشرك سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله في الدنيا والآخرة وعذاب شديد في الآخرة بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون فمن يرد الله أن يهديه أي أن يوفقه لسلوك طريق الهداية يشرح صدره انشراح الصدر هو قبوله للحق ليس المقصود بانشراح الصدر أنه يتوسع صدر الإنسان يعني يتوسعا فيزيائيا يعني لا وإنما انشراح الصدر هو قبوله للحق وأنت تجد هذا في نفسك أحيانا ينشرح صدرك لبعض الأمور فمثلا تذهب وتريد أنك تدرس مثلا في جامعة معينة فتجد نفسك منشرحة لهذا الموضوع ومقبلة عليه هذا هو انشراح الصدر تأتي إلى الطاعة وإلى الإيمان فتجد نفسك منشرحة تدخل المسجد فتجد نفسك منشرحة تقوم الليل فتجد نفسك منشرحة لهذا العمل فالله يقول من أراد الله هدايته إلى الحق جعل صدره وجعل نفسه تتقبل هذا الحق ولذلك كان من دعوة الله مشرح صدره بمعنى اجعله يقبل الحق ولذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام في دعائه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل العقدة من لساني فقدم شرح الصدر وامتنى الله على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنة فقال ألم نشرح لك صدرك امتنانا على النبي صلى الله عليه وسلم لأن شرح الصدر من أعظم النعم على الإنسان نسأل الله أن يشرح صدورنا وإياكم الإيمان فيقول فمن يريد الله إرادة قدرية أن يشرح أن يهديه أن يدله ويوفقه للهداية يشرح صدره للإسلام يعني يجعل صدره ويجعل نفسه تتقبل الإسلام بقبول حسن وتقبل عليه ومن يريد أن يضله إرادة كونية قدرية يعني يقدر الله عليه سبحانه وتعالى الضلال ماذا يفعل به قال يجعل صدره ضيقا لو جئت الآن إلى صدر المسلم وصدر الكافر وسويت لها عملية تشريح ستجد أنها نفس القفص الصدري والقصب الهوائية والبلعوم ونفس الشيء ما فيه فرق لكن المسألة مسألة معنوية أليس كذلك انشراح الصدر وضيقه مسألة معنوية يعني تجد الإنسان يقول الإنسان يقول والله أنا ضاق صدري أو انشرح صدري وهو لا ضاق صدره ولا انشرح صدره هنا مسألة يعني انشراح معنوي أو ضيق معنوي قال ومن يجعل صدره ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا ولم يكتفي بذلك بل قال حرجا الحرج هو الضيق الشديد ومنه الحرج إذا قلت لا تجعلني في حرج يعني لا تضيق عليه ضيقا شديدا يحرجني فأقول ما لا ترضى ولذلك رفع الله الحرج عن المسلم ما جعل عليكم في الدين من حرج يعني من ضيق والعرب تسمي الغابة الضيقة الملتفة حرجة وهي التي يعيش فيها الأسود عادة وهناك منطقة في جنوب السعودية اسمها الحرجة ما ليتعرفونها ولا لا قريبة من سرات عبيدة اسمها الحرجة وسميت حرجة لأن الغابات كثيرة فيها يقولون فهذا هو معنى الحرج الحرج هو الضيق يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يعني يضيق صدره ضيقا شديدا فيكون حاله كأنه يصعد في السماء هذه الآية طبعا يدور حول آية حديث الآن في ما يسمى بالإعجاز العلمي الآن كيف يقولون الآن ثبت علميا الآن وهي الحقيقة هي ليست ثابتة حديثا هي مسألة ثابتة قديمة يعني أنا شخصيا نعرف هذه الحقائق أنا من أهل الجبال السروات وعشت يعني في الجبال وإذا نزلت إلى تهامة وإلى البحر تجد النفس الأكسوجين يزيد وينشرح صدرك أكثر من الجبال فالإنسان إذا صعد الجبال يضيق النفس بالنسبة له الأكسوجين يقل ولذلك التنفس يصبح صعب عليه فإذا نزل إلى المناطق المحاذية للسواحل البحر يزيد الأكسوجين ويتنفس بسهولة فالعرب تدرك هذا تدرك هذا بشكل بسيط يعني أنه إذا صعد الجبل يقل عليها الأكسوجين وإذا نزل يكون أسهل في التنفس فالله سبحانه وتعالى يقول هنا أن الذي يضيق صدره من الضلال كأنه يصعد في السماء هنا يقول يصعد في السماء لذلك يقول المفسرون المعاصرون الآن أو بعضهم إن هذا من الإعجاز العلمي لأن هذا فيه سبق إلى هذه الحقيقة العلمية العرب والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري أنه كلما ارتفعت كلما قل الأكسوجين لدرجة أنك الآن لو ترتفع ارتفاع كبير حتى في الطائرة الطائرة الآن لو تركبون الطائرة الآن بدون وتفتح النوافذ تصل إلى مرحلها تموت لأنه ينعدم فيها الأكسوجين ولكن هم طبعا يغلقون الطائرة بإحكام ويكسون فيها أكسوجين داخلي أنا أقول هذه فعلا الاكتشافات الحديثة الآن هي زادت تأكيد الحقيقة المعروفة يعني أنت الآن وانت تصعد الجبل يقل الأكسوجين صح؟ ويضيق صدرك لكنك لو صعدت كلما زاد الصعود كلما زادت هذه الحقيقة فالاكتشافات الحديثة زادت هذه يعني هذه الحقيقة المعروفة زادتها رسوخا فتكون هذه الآية مصدقة لهذا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنه كأنما يصعد في السماء يعني كأن الإنسان يصعد في السماء يضيق صدره حتى يختنق لأنه لا يوجد أكسوجين فالآية تدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى يقول أن الكافر المشرك الذي لا يهتدي بهدى الله سبحانه وتعالى يضيق صدره من الشك ومن التكذيب ولذلك يكثر الانتحار في الكفار ويقل جدا جدا عند المسلمين تعال شف أنت المسلمين الآن يخوضون حروب ويعانون من الفقر ويعانون من الجوع ويعانون من الفيضانات والنكبات يعني تقريبا ربما خمسة أخماس أو أربعة أخماس الفقراء في العالم من المسلمين وقليل أن تجد من ينتحر منه أما المشركون فتجد اليوم من ينتحر بالعشرات وهم في غنى وفي رغد من العيش لكن كما قال الله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون والرجس هو الغضب الرجس هو السوء يحمل كل هذه المعاني على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما يعني وهذا يا محمد لاحظوا الآن الله يذكر طرق مختلفة للكفر والشرك طرق كثيرة ولذلك قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبع السبل وهنا يقول في سورة الأنعام وهذا صراط ربك مستقيما مستقيما هنا حال قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون دار السلام هي الجنة نسأل الله أن يجعلنا من أهلها ثم يقول ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس يوم يحشرهم يعني يجمعهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيجمع هؤلاء المشركين ويجمع الأصنام ويجمع الجميع في صعيدا واحد فيقول للجن قد استكثرتم من الإنس يعني أنكم قد أرهبتم الإنس حتى جرفتموهم عن الحق ووقع كثير من الإنس في الشرك بسببكم أيها الجن وهذا معنى قوله قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس يعني الذين عبدوهم من دون الله ربنا استمتع بعضنا ببعض يعني استمتع الجن بالإنس واستمتع الإنس بالجن وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا أي هذا اليوم قال النار مثواكم يعني الآن كل واحد يوم القيامة سبحان الله العظيم يحاجج يدافع عن نفسه يأتي هؤلاء المشركون ويقسمون بالله ما كانوا مشركين سبحان الله العظيم وهم عاشوا حياتهم كلها يكذبون الأنبياء والرسل ويشركون بالله لكن عندما يأتون إلى يوم القيامة ويذهلهم ذلك الرعب قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون وهذا هو اليوم الذي يختم الله فيه على الأفواه خلاص لا تتكلم ستتكلم عضائك يوم رهيب أيها الإخوة فالله سبحانه وتعالى يقول في هذا الموقف أن الذين يعبدون الجن يأتون يوم القيامة كل يدفع التهمة عن نفسه فيقول الإنس هؤلاء الجن هم الذين أضلون يا رب لعله يقتص منهم فيقول الله سبحانه وتعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ولاحظوا هنا قدم الحكمة على العلم أيضا كما قدمها في الآيات التي مرت معنا للإشارة إلى أنه سبحانه وتعالى في كل ما يحكم به فإنما يفعله سبحانه وتعالى عن علم وعن حكمة ثم يقول سبحانه وتعالى وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوا من سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه أنه يُسلِّط الظَّالِمين على الظَّالِمين وقال هنا نُوَلِّي من الولاية فتجد دائما يُبتل الظَّالِمُ بمثله ويُضِلُّ الظَّالِمُ الظَّالِمَا وَيَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا في الآخرة ويقول في الآية التي قبلها لهم دار السلام عند ربهم عن المؤمنين وهو وليهم يا سبحان الله فرق كبير لاحظوا كيف يذكر الله سبحانه وتعالى صفات الأصنام ويذكر صفاته سبحانه وتعالى ثم يذكر صفات الذين عبدوا الأصنام ويذكر صفات الذين عبدوه ووحدوه ثم يأتي هنا فيقول كيف أن يتبرأ الأصنام تتبرأ يوم القيامة ممن عبدها ويتبرأ الجن ممن عبدهم وأيضا يذكر في المقابل أن هؤلاء الموحدين المؤمنين في الآخرة لهم دار السلام لاحظ كيف سماها دار السلام لتطمينهم وليشار إلى أنهم يعيشون في ذلك اليوم في سلام وفي طمأنينة في الوقت الذي يعيش فيه غيرهم في خوف وفي وجل وفي قلق وأنا أقول أيها والإخوة هل نستحضر فعلا نحن اليوم ونحن نقرأ هذه الآيات العظيمة ذلك الموقف العظيم الرهيب وهل نحن فعلا نعطي القرآن الكريم ما يستحقه من التدبر والتأمل والعمل هل نحن نشعر فعلا بما تعانيه البشرية اليوم من التيه والضلال ونعرف قدر نعمة الله علينا سبحانه وتعالى أن دلنا وهدانا إلى هذا القرآن هل نستشعر فعلا كيف أظل الله سبحانه وتعالى أبا جهل وكبار قريش عن هذا الدين وعن هذا الحق على هذا الكتاب الذي نتدارسه اليوم وهدانا إليه سبحانه وتعالى هل رأيتم أيها والإخوة ملايين البشر الذين يعيشون يعتنقون الكونفو الشنسية مدريش اللي هي ديانة الصين هؤلاء والبوذية والهندوسية والسيخ والذين يعبدون ثلاثمائة إله مدري ثلاثة ألاف إله ما خلوا شيء اللي عبدوه إلا الله هل فعلا الواحد مننا يستشعر هذه النعمة العظيمة ويقدرها حق قدرها يا معشر الجن والإنس لاحظوا كيف أن الله سبحانه وتعالى يقول يا معشر الجن يا معشر الجن والإنس ويقدم الجن لأن الجن أكثر عددا من الإنس فيقول هنا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا هذا يقال لهم يوم القيامة أنه ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا يبلغونكم وهذه الآية فيها إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل إلى الجن والإنس ليبلغوهم وينذرونهم لقاء يوم القيامة ويبينون لهم أن الله وحده هو المستحق لعباده إلى آخره هل هذه الآية تدل على أن هناك رسل من الجن لأنه قال ألم يأتكم رسل منكم هناك بعض المفسرين يقولون الآية تدل على أنه قد يكون هناك رسل من الجن ولكن لم يثبت هناك أدلة بأدلة صحيحة أن هناك رسل من الجن الآية تحتمل هذا لكن المشهور أن الرسل كلهم من الرجال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا والنبي صلى الله عليه وسلم محمد هو النبي الوحيد الذي أرسل إلى الجن والإنس جميعا قال أتيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي وذكر منها كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة فضل شيء لا منكم يعني من جنسكم نعم نعم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يعني واضحة منكم يعني من جنسكم يقصون عليكم آياتي يعني يقبرونكم بآياتي وكتبي والتكاليف الشرعية وينذرونكم لقاء يومكم هذا يوم القيامة قالوا شهدنا على أنفسنا اعترفوا نعم أتانا رسل منك يا رب بلغونا بما ذكرت وغرتهم الحياة الدنيا يعني كان سبب خذلانهم وسبب كفرهم ما غرهم من الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون هذه سنة الله في الأمم أن الله سبحانه وتعالى لا يهلك أمة من الأمم إلا إذا بلغتها الرسالة يرسل إليها الرسل ويبين لها فمن آمن فله الأمن والطمأنينة الذي ذكرها الله ومن كفر أخذه الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى قال ذلك أن لم يكن ربك يعني سنة الله يا محمد في خلقه أنه لا يهلك قرية بظلم أي ظلما منه سبحانه وتعالى وحاشاه وأهلها غافلون أي في غفلة عن ما نريده منهم ثم نأخذهم بغده وإنما نرسل الرسل يبينون لهم ويقيمون عليهم الحجة فإن أقاموا على باطلهم أخذهم الله سبحانه وتعالى وهذا فيه إشارة أيها الأخوة على أن الكافر غافل عن الحق وأن دور المؤمن كبير في بيان الحق خاصة المسلم لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة ولذلك ما يقوم به النصار اليوم هذا باطل لأن رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام ليست رسالة عامة يعني شغل المنصرين الآن وعملهم الذي يقومون به باطل وهو ضد دينهم أصلاً النصرانية واليهودية دين خاص لبني إسرائيل وليس ديناً عاماً للناس كافة لكن يعني عمموه من أيام أظن قسطنطين الذي كان ملكاً للرومان وتنصر في ما يسمونه مؤتمر نيقيا ثم أصبح يروج للنصرانية بعد ذلك وانتشرت النصرانية في العالم اليوم ولذلك تجدونها تكاد تكون هي الديانة الأولى أو الثانية يعني تنافس الإسلام في عدد معتنقين ويبشرون للأسف وينصرون ولا نقول يبشرون ينصرون المسلمين في بلاد الإسلام اليوم مقابل اللقمة ومقابل الدواء لا اليهود دينهم منغلق نعم ما يدخل في اليهودية أي واحد وهذا من حسن الحظ إلا يجب أن تكون أمة يهودية فالحمد لله الذي يعني رد كيدهم إلى الوسوسة فالله سبحانه وتعالى يقول هنا ذلك بأن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون وهذا من تمام عدله سبحانه وتعالى ولكل درجات مما عملوا أي كل عامل يعمل عملا فهو يأخذ جزاءه عليه وأيضا هي تدل بدلالة المخالفة أي لكل دركات أيضا مما عملوا لأن الجنة درجات والنار دركات فالمؤمنون يتفاضلون في الجنة وأيضا الكفار أيضا يتفاضلون يجوز نقول يتفاضلون في النار يعني بعضهم يعني يأخذون عذابا على قدري ولذلك كان أبو طالب يعني من أخف الناس عذابا في النار كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله قد يعني خفف عنه العذاب بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له فجعل عذابه أن يكون له نعلاني من نار في ضحضاح تحت قدميه يغلي منهما دماغه وهو يرى أنه لا أحد أشد منه عذابا هيا أنظروا تأملوا فمعنى قولي ولكل درجات مما عملوا أي من أهل الخير وفي الجنة وأيضا تدل بدلالة المخالفة فعن أيضا للدركات أيضا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين أن يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم وربك يا محمد الغني الذي إذا أطلقت صفة الغنى لا تنصرف إلا له فهو الغني وحده سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الغني المستغن عن خلقه وخلقه هم الفقراء إليه تأمل الواحد المنا في نفسه الآن أنت فقير إلى الله في كل شيء أنت فقير إليه في حمل أمك بك وفقير إليه في الولادة وفقير إليه في الغذاء وفقير إليه في النفس وفقير إليه في الهداية وفقير إليه في التعليم وفقير إليه في الرزق وفقير إليه في كل شيء وإذا شعر الإنسان أنه غني عن الله فقد هلك والعياذ بالله وتأمل بس فقط في النفس الذي تتنفسه لو انقطع عنك ثلاثين ثانية ذهبت حياة الإنسان كلها والعجيب ممن يتكبر ويظن أنه يعني يستغني عن الله سبحانه وتعالى ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما الذي جعلك تغتر بسعة رحمته الذي خلقك فسواك فعدلك ويعدد نعمه على الإنسان فالله يقول وربك يا محمد الغني ذو الرحمة انظر إلى هذه الصفات العظيمة التي يصف الله بها نفسه وقارنها بما يعني وصف الله به الأصنام والآلهة التي يعبدها هؤلاء من دونه إن يشاء يذهبكم أيها المكذبون الكافرون الجاحدون ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخر نعم بكل بساطة لكنه لأنه الغني الرحيم فإنه لم يفعل ذلك رحمة بكم ويترككم لعل الله سبحانه لعلكم تتوبون ولعلكم تعودون إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أي إنما وعدكم الله به في الآخرة من النعيم وما وعدكم الله في الآخرة من الجحيم لآت وإن غدا لناظره قريب وما أنتم بمعجزين أي وما أنتم بخارجين عن حكم الله ولا عن سيطرته ولا عن قوته ولن تعجزون الله سبحانه وتعالى هربا قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وهذا تهديد واضح من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المكذبين يعني اعملوا ما تشاءون وهذا تهديد شديد يعني كأنه يقول ما دمتم مكذبين افعلوا ما تشاءون وسترون العاقبة وهذا غاية ما يكون من التهديد ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف فمن شاء نعم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتذنا للظالمين نارا ليس معناها من شاء ليكفر فليكفر ما في مشكلة لا لا من شاء ليكفر فليكفر ولكن سيرى النتيجة فكذلك هنا يقول الله سبحانه وتعالى اعملوا على مكانتكم إني عامل يعني اعملوا ما تشاءون كما ترون يعني قدركم الله عليه إني عامل ما أمرني الله به وما أمرني به من التوحيد فسوف تعلمون يعني سوف ترون من تكون له عاقبة الدار أي في الآخرة إنه لا يفلح الظالمون هذه قاعدة من قواعد القرآن العظيمة إنه لا يفلح الظالمون الظالم نفى الله عنه الفلح في الدنيا والآخرة ولا بد أن يخسر في الدنيا والآخرة وإلى هنا ينتهي هذا المجلس نتوقف لنصلي صلاة العشاء ثم نكمل بإذن الله تعالى مجالس هذه السورة العظيمة وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى الله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر